كيف قدرت تستخدم هذه النبرة في صناعة المحتوى وهل تدرب صوتك ممكن أسألك أنا بنفس النبرة التي تستخدمها ما سر هذه النبرة التي تستخدمها في صناعة المحتوى والله أني يعني ما كنت أدري أن عندي هذا الشيء سبحان الله إما بديت في سوشال ميديا مثل ما قلت لك الناس نبهتني وأنا أساساً كنت أقول أذكار الصباح لنفسي بهاي الطريقة لا تعرف يعني مستويين نحن نسمع فاللهما ما أصبح بي من نعمة أو بأعاد من خلقك فكانت حلوة فبديت توي المتابعين استصاغوها صوتك حلو صوتك حلو قررت أن أسويها في القصة و طلعت الحمد لله أنها ضبطت و مشت وأنا أختار القصة وأحاول أنها تكون ترفيهية بحكم أن هذه شخصيتي في النهاية هذا السلطان السلطان يحب يضحك يحب يرفع تشوفني وتضحك وتستانس وتروح أحسن من أن تشوفني وأعطيك مضايقك وتروح مياه و مياه و مياه هاي فكريت